القراءة حرف التع أولاً أحدد المقطع الذي فيه الصوت ت تو تون الصوت ت يوجد في المقطع الأول تو في أول الكلمة وفي المقطع الآخر تون في آخر الكلمة كو تو بون الصوت ت يوجد في المقطع تو في وسط الكلمة كت كو تون الصوت ت يوجد في المقطع كت في أول الكلمة وفي المقطع تون في آخر الكلمة ثانياً أحدد حرف التع با نا تون حرف التع يوجد في آخر الكلمة كا تب تو حرف التع يوجد في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة تب تب نن حرف التع يوجد في أول الكلمة ثالثة أقرأ تت واتت ت تمر ت تنادي ت كاتب ت ستار ت تنروز ت تي ت تhero ت تة ت 선 ت ت ت ت وت تو ت ت ترسمت عمتي ت تا نروز كت كوتا حرف الزاء أولاً أحدد حرف الزاء نحرف الز في المقطع الأول في أول الكلمة زوفرن حرف الز في أول الكلمة في المقطع بوزاتون حرف الز في وسط الكلمة في المقطع ثانيا محدد حرف الز بوزاتون الز في وسط الكلمة ظلام الز في أول الكلمة ظلال الز في أول الكلمة ثالثا أقرأ عظم ظرف ظروف ظلال ظا عظام ظو منظور زي فزيع ظن لافظ ظن ملفوظ ظن لفظ لفظ منظور لفظا ظريفا لفظ منظور لفظا ظريفا قرأ ترى حرف التا حرف الز أقرأ تا 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 تن تو 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 تن تي تي تين فاتن تريد كتابا تناروز تنام ذا ذا ذن ذو ذو ذن ذي ذي ذن لفظ ذلة منظار فضيع تستظل لفاتن بمظلة أولا أحذف فا سا تين أحذف المقطع فا والمقطع سا والكلمة التي أحصل عليها هي تين زماء أحذف المقطع زي الكلمة التي أحصل عليها هي ماء ثانيا أضيف تاء أضيف المقطع الشي أحصل على الكلمة شتاء لام أضيف المقطع الظ الكلمة التي أحصل عليها هي ظلام ثالثا أقرأ فستان منظار بوضة زينة ثانيا نشاط حر أكمل الجملة مظلة فاتنة بنت عمتي مظلة فاتنة بنت عمتي ترجمة نانسي قنقر